السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مع كتاب اتحاف الطالب في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمال للشيخ أبي بكر المل الأحسائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأنا بعلومي في الدارين أمين وتوقفنا في المرة الماضية في كتاب الزكاة عند قول المصنف فصل في زكاة المال من غير السوائم وإن السوائم اللي هي البائم التي طرعى ولكن لا تعلف ونصاب الذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا والفضة مئة درهم ولو تبرا أو حليا طيب هنا بقولي الشيخ ونصاب الذهب عشرين مثقالا المثقال ده ما يعادل خمس جراموت خمس جرامات عشرين مثقال يبقى أنت هتضرب عشرين في كام عشرين في خمسة العشرين في خمسة بكام بمية طي وده على قولة عندنا أن في بعض العلماء قالوا خمسة وتسعين بعضهم قال يزيد شوية ينقى شوية هنا على المية مية جرام يبقى ما فيش عندنا في النصاب الدهب أقل من كام أقل من مية جرام طيب والفضة هم قدرها بستمية وحاجة وسبعين ستمية وحاجة وتمانين لكن الشيخ هنا مشي على سبعميد جرام سبعميد جرام طيب يبقى نصاب الدهب كام عندنا في المنزب الحنفي مية خلينا مية أما الثلاثة وتمانين إحنا بيسمحها دي إيه أقول لخمسة وتمانين خمسة وتمانين ده على ماذا في السادة الشفائية رضي الله عنه عندنا إحنا مية في المضمون والفضة سبعمية برضو في المضمون ولو تبرن تبرن يعني التراب بتاع الفضة أو يعني التراب بتاع الدهب أو حلي يعني حتى لو كان الحلي اللي هو الغواج بتاع الست أو 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 الكلام ده مفهوش مفهوش زكاء الكلام ده فيه زكاء أما لإيه لما فيه الزكاة من حلية المرأة الفصوص اللي هي الجواهر الحرة اللي هي العقيق ما فيها الزكاة اللؤلؤ اليقوت المرجان الحاجات دي وعرض تجارة قيمته نصابه من أحدهما عرض تجارة يعني إيه إنت دلات عندك محل بويات مثلا محل أدوات حدادة مكتبة شركة بتاعت أسمدة شركة هندسة بأي أن كان المهم أنت ببيع شركة فيها بيع مش شركة فيها أعمال شركة بيع فيها سلع أنت لما جيت بدأ وعرض تجارة قيمته نصاب من أحدهما لما أنت جيت تبدأ كان معاك مال بلغ للنصاب فلو كان النصاب مثلا نحن هنا على الفضة 700 شوف يوم ما أنت بدأ شوف يوم ما أنت بدأت كان جرام الفضة بكام وتحسب على السبعمية وتحسب على السبعمية فنقول أنه أنت هم بدأ بدأت بمثلا عشر تلاف جنيه أنت كده ما حصلتش نصاب الدهب لكن أنت محصل نصاب الفضة فيبع عليك الزكالين أنت جبت نصاب منين من أحدهما أعمل أنا إزاي عرض التجارة أعمل جرد أشوف لي وعلي وديوني كام وليا كام والموجود أطلع عليه الموجود في الخزنة أطلع عليه بعدما طلع أجول العمال والرواتب المتأخرة والدون اللي علي إذا كان لي أطلع ما لياش خلاص ما طلعش طب لو لي ديون برة إذا كان الدون ديك تنفع تيجي وخرج على ذا زكاة ما تنفعش تيجي وخلاص استهلكت أو صاحبها مش نورك جعلت تاني خلاص لا زكاة فيها وحوضك على الله واللازم فيه ذكرة يعني الواجب في زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة العروض ربع العشر طول ربع العشر ماشي على الف خمسة وعشرين ماشي اتنين ونصف في المية ماشي المهم إن أنت تطلع اتنين ونصف فين في المية وأنا أعلمك حاجة كده لو حبيت تضرب أي قيمة زكاة تخرجها مصبوطة اضرب فاربعين لو عايزة تحسب زكاة مال مئة ألف جنيه اضرب فاربعين الرقم اللي يتعلق هو ده قيمة النصف الاتنين ونصف في المية تضرب فاربعين على طول وقيمة العرب تضم إلى الثمانين قيمته تضم للذهب أو للفض دهب عن ده في التجوة ثم انتقل الشيخ وبعد ذلك إلى فصل في أحكام العشر وقبل أن ننتقل إلى فصل في أحكام العشر برضو أود التنبيه على مسألة كده في الزكاة أنا قلت في يعني ما فيش عندنا احنا أقل من مية هو ده اللي احنا خدناه من بعض ما شيخنا إلا أن بعض يا علماء الشام من الحنفية يقولون بأن النصاب تسعين النصاب تسعين ومعضوهم لا خمسة وتسعين ففي كده وفي كده المهم احنا بس نخلينا في الأحوط ونعيد تاني مسألة المثاقيل المثاقيل المثقال خمسة خمسة جرام خمسة في عشرين يساوي يساوي مية وهنا احنا قرأنا بعد ذلك وقيمة العرض تضم إلى الثمين شرحناها الشيخ بقى بعد ذلك انتقل إلى فصل يقول فصلهم في أحكام العشر ايه العشر هو العشر الشيخ يقول ويجب العشر في مسقي سماء أو سيح بلا شرط نصاب ونصفه في مسقي دالية الكلام للناس اللي عندهم زرع الزرع ليه كمان نصاب لأن ربنا قال وقاتوا حقه يوم حصاد هكذا من غير تفسير فإزا كان الراجل بيسقي الأرض والعلة عندنا والعبرة على سيئية المي مان علاقة بالمبيدات مان علاقة بكذا مان إياه دعوة إحنا طالما بيصرف مصريف على السيئية يبقى الأرض ديك فيها ايه ما فيها الزكاة أما إزا كان بيصرف ما بيصرفش مصريف على السيئية يبقى دي فيها ايه فيها الزكاة على كل انحنا نقول التفصيل دلوقتي واحدة واحدة أنا عندي دلوقتي أرض بيقول لي ويجب العشر وفيه مسقي سماء أو سايحين يعني حضرتك عندك أرض الأرض دي على نيل وإن تعمل لها اللي هو بيسموها بتسقف الراحة الراحة دي كلها مصورة بيضربها في النيل وتقى ماشي كده على وش الأرض ومحجوزة بحاجز كده ييجي النيل لو عايز يسق يروح شايل البتاع بس خلاص المية تخرج من النيل على الأرض تروح مغرقها هو كده سق هو كده تعب كده دفع فلوس أبدا ما عملش حاجة الأرض دي لم يجي يخرج منها يخرج منها قد ما يخرجش نص العشر يخرج العشر كامل العشر كامل طيب ولو كانت الأرض ديك مش قريبة من النيل بس بتعتمد على سوقي السماء يبقى برضو فيها العشر كامل طيب بلا شرط نصاب من غير نصاب والله لو حتى طلع الأرض دي طلعت حزمة جرجير طلعت شجرة موز طلعت طلع اللي طلعه ولو عود برسيم فيه الزكاة لو عود برسيم واحد فيه الزكاة طيب وزا كان بيتسقي بقى بالدالية ايه الدالية ديك؟ حاجة كده برفعه بيها دي بتحتاج بيبقى لها عامل العامل ده بياخد أجرة طيب دلوقتي في زماننا المطور المية يعني بيبقى فيها مصاريف للمي فلو الفلاح في أرض بيطلع المية من الترعة بطرمبة المية أو باللي هي بيسموها المكنة المكنة ديك بتحتاج مصاريف صولر أو بنزين أو حاجة زي كده المصاريف ديك تسقط عنه الزكاة من العشر إلى نصف العشر من العشر إلى نصف العشر والخلاصة إن أي أرض بتيت زرع بيتصرف على مية السئية بتاعتها يبقى فيها نصف العشر منين؟ من كل اللي بيطلع ولو كان عود خضرة واحد والأرض التي تسقى بماء السماء أو هي على ضف النيل فالنيل يزيد يروح مغراءها مية أو بتتسقف الأمطار فيها الزكاة ولكن قد إيه؟ العشر كاملاً والله أعلم بول ويأخذ عند ظهور الثمرة ليه؟ لأن ظهور الثمرة ده هو اللي بيحدد لي هو اللي بيحدد لي إذا كان فيه ثمرة طلعت ولا ما طلعتش وآت حقه يوم حصاده كما قال الله تعالى ثم قال باب المصرف المصرف ده اللي هو إيه؟ اللي هو الصنف الصنف اللي ينفع ياخد الزكاة نسميه مصرف وعلى كده كل واحد من دول يخرج عدمه يعني أنا مقولي إيه؟ المصرف هو الفقير يبقى الغاني ما ياخدش المسكين يبقى الغاني ما ياخدش العامل يبقى الغاني ما ياخدش يبقى كل دولك اسمهم قيود إيه؟ قيود إخراج زي ما ذكرنا قبل كد على كل مبس لأنا عايزك تعرفه النهاردة كلمة مصرف يعني إيه؟ يعني مين اللي ينفع يتصرف له الزكاة لأن الزكاة لو تصرفت غير هذه الأنواع ما تنفع شيء ولازم تخرج غيره فأول واحد هو الفقير والتاني هو المسكين وبعد كده خلاف طويل ما بين المسكين والفقير بعضهم قلوا الفقير هو ما كان إلى البؤس أقرب والمسكين هو ما كان خلاف طويل كبير يعني الخلاصة أن عندنا في المذهب الفقير ده اللي هو بالراحة كده الفقير ده هو بيشتغل بياخد يومية خمسين جنيه بس مصاريف بيته سبعين يبا هو قد إيه محتاج إنتاج عشرين جنيه حتى نكفل مصاريف اللي بيسموه فقير المسكين بقى المسكين بياخد بيته محتاج سبعين لكن دخله كله خمستاش أو عشر جنيه أو ده هو اسم المسكين ده بقى خلاصة يعني والعامل العامل ده هو ده خلي بالك دولك يفعل أغن الزكاة فننفع عدي الفقير فانت لو كان حضرتك عندك صاحبك في الشغل بيقول لك أنا بصرف في بيتي في الشهر بنحسب بنصرف ألفين جنيه وهو مرتبه كان مرتب مصار خمسمية ده استحق للزكاة تديله بس ده بيجي لبس لبس نظيفه أيوة يحسابهم الجاهل وأغنياء من التعفف وكذلك المسكين أديك عرفتهم يجوز أنا أديهم زكاة مالي آه يجوز أنا أديهم زكاة مالي والعامل مين العامل ده العامل ده اللي هم كانوا زمان في بيت المال اللي هم العمال اللي على الزكاة اللي بيجمعوا الزكاة من البلاد من الناس من هنا من هنا دور بيسموهم العوامل أو بعض الكتب بيسموهم العاشر لأنه بياخد عشر المال والمكاتب المكاتب ده نوع من أنواع العبيد ومش موجود دلوقتي والمديون معروف المديون المديون معروف بس مديون أي نوع دين يعني واحد بيتجوز فجاب العفش بتاعه بالقص وبيسد في العفش بتاعه بعد الجواز وبيشتغل وبيسد وده مديون ينفع ديله زكاة مالية بس ده ممكن يكون مرتبه 3.000 جنيه ايوه بس مديون اديله بعد ما يسد دينه ويبقى ولا فقير ولا مسكين يحرم عليه الزكاة وفيه سبيل الله سبيل الذي بقى ايه المجاهدين بس طبعا مجاهدين يكونوا يعني يتصرف للجيش المصري مش نروح ندير للإرهابيين يفجروننا أولادنا في سينة دي الجيش المصري لحاجة كده بتتعمل كده إنما روحنا ندير للإرهابيين يفجروا أولادنا ويفجروننا أرضنا وتقول لي فيه سبيل الله ده دي في سبيل الشيطان وابن السبيل طبعا وفيه سبيل الله منها طلب العلم ومنها الإعانة على الخير وابن السبيل مين ابن السبيل؟ ابن السبيل ده هو أكراجل يعني ابن ناس محترم نازل في بلد غريب نزل البلد دي أكتر وعليه الحرم وإنسان أقوله كله فلوس يروح بقى يبقى عاوز يلم فلوس وده بيبقى عفيف مقدرش يمدي إيده من الشحات هو عشان يروح بلد ويرجع وده اسمه ابن سبيل ينفع دي له من الزكاة طبعا ياخد من الزكاة وشوح تشتري له تذكرة الطيارة أو تذكرة الأوتوبيس على حسب وتصفره معزز مكرم ويدعي لك بعض العلم قالوا أن من ابن السبيل نوع منهم طالب العلم يجوز طبعا يجوز وهي أفضل لأن طالب العلم بيتعدى خيره إلى غيره من الناس الشيخ بقول يصرف إلى كلهم أو بعضهم يعني معايا مثلا من عشر تلاف جنيه زكاة فرقهم ممكن أديهم أدي ألف للفقير ألف للمسكين ألف للعامل ألف للمديون ألف لابن السبيل وألف اللي هو خارج في سبيل الله دول كلهم طب لو بعضهم إن أنا أتنين ثلاثة صنفين ثلاثة من دولك أديهم مرات أنت كل لا إلى أصله وفرعه مشكلة كبيرة بتحصل إن الواحد يعيز يطلع زكاة يروح من ديها لأبوك ده عندنا لا يجوز لأن أنت وملك لأبوك لا ينفعش يا حبيبي إن أنت تتصدق على الوالد لا أبوك وأمك تجب عليك نفقتهم مش تروح يديهم من مال زكاتك اللي هي وساخد زنوبك تديها لأبوك وأمك بعضا مكبروك وخلوك راجل لا يجوز كذلك الأمر لا يجوز عندنا إعطاء الزكاة للفرع حتى لو كان فقير حتى لو كان فقير يعني إيه واحد عنده ابنه بيتجوز وابنه بيتجهز نفسه يروح هو الراجل بقى أبوه هيطلع زكاة ماله مثلا ثلاثة أربعة تلاف جنيه يسأل يا عم الشيخ ينفعت بزكاة المال لابني علشان خاطر يجهز نفسه لا لا يجوز ده غلبان وفقير وما معهوش لا يجوز حرام طب لو أنا ادتها له إلا الثلاثة أربعة تلاف جنيه اللي أنت ادتهم له مش محسوبين ولازم تطلع إيه ولازم تطلع غيرهم يبقى لا يجوز إخراج الزكاة لا للأصل ولا للفر ولا يجوز إعطاء الزكاة لزوجته طب ليه لأننا فقتها واجبع عليك ثم دهية في بيتك دهية بتاخد فلوس أبوها بتدهلك انت بتاخد ورسام ضيعة عليك انت وعيالك يبقى ده فلوسة بقت فلوسة ولا فلوسة بقت فلوس حضرتك بقت فلوسك فانت لما دهية الزكاة بتاعتك تدهلك طب ما هيكده كده هتحطها في البيت وترجعلك تاني بقى انت كده ما عملتش حاج وزوجها وكذلك المرأة لا يجوز له إعطاء الزكاة لزوجها حتى لو كان فقير ومملكه مش موجودين دلوقتي اللي هم العبيد وغني بقى الراجل كده هيبة وقيمة وسيمة وتروح تديره زكاة المال وساب الفقير يعد في الأرض حرم عليه وطفله يعني الغني وطفل الغني يعني الغني وابن الغني لا يجوز إيه لا يجوز ومملوكي يعني مملوك الغني تروح انت ماسك الوقت المملوك الغني ده قضي قضي مصرور يقولك أيها يا سيدي يقوله خذ الألفين جنيه ده لك هتلك بيهم شوكولاتة وده مملوك مين مملوك الغني لا يجوز لأن سيدنا وصول الله العبد ومالكتي ده ملك لسيدي فالسيدي وبني هاشم لا يجوز إخراج الزكاة لبني هاشم من بني هاشم اللهم قال البيت عليهم السلام وربي الله وتعالى عنهم وهم عندنا في المنزة رحانة في خمسة بس دول فين في الزكاة يعني قال البيت عندنا في مقامile الزكاة خمس عيون خمس بطون خمس بطون مين هما الخمسة دول جيم وحاء وثلاثة عيون جيم وحاء وثلاثة عيون جيم جعفر وآل جعفر عليهم رضوان الله وسلامه الله سيدنا جعفر وآل جعفر جيم وحاء سيدنا الحارث وآل سيدنا الحارث حاس ابن عبد المطالب قلنا يا جيم وحاء وثلاثة عيون من العيون؟ عين عقيل وآل عقيل عين علي وآل علي وعين العباس والعباس وآل العباس يبقى عندنا في البنزة منحنة في كام؟ خمسة جيم وحاء وثلاثة عيون دول لا يجوز إخراج الزكاة ولا ليهم ولا المواليهم تمام؟ ليه بقى؟ لأن الزكاة تكفر أوساخ الناس من الزنوب فمن فعش آل بيت رسول الله يخضوا ما طهر الله به أدناس زنوبهم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله آلك مسألة تانية الشيخ امتقل إليها ومن دفع زكاته لمن ظنهم مصرفاً فظهر بخلافه أجزاءه أنا مسألة باختصار أنا واحد جنبية فئير فسألت هو فلان فئير واحدة لده فئير ومديون كما طلع إن فلان ده ولا فئير ولا مديون ده بس هو كده معفن بخير فأنا زكاتنا جمعها أنا ومراطي وبتاعه وروحنا مدينه مثلاً حصل لك زكاة أو أكتر أقل على حسب يعني خذ يبني دولك حد لك بيهم حاجة فبعداً ما جيبنا وهو زي ما هو بتدوم المعفنة بتاعته لإن البخير ده منتن معفن ربنا بكرهه زي ما هو بحكته كده لقينا إيه بعد يومين وإحنا عاديين واحد بيسأل عليه جايب له إيرادة العزبة بتاعته في شرم الشيخ مأفجر عزبة في الشهر مثلاً بـ 30 ألفين أنا راح ناخد منه الفلوس بتاعتي لا خلاص أنا ظننته مصرفاً وهو ليس كذلك يبني أنا راح أخد فلوسي لا أم تأخذها السبع وقعدك على الله بس ما كده تفتح وتخلي بالك بعد كده الشيخ انتقل إلى حكم اسم حكم نقل الزكاة إيه نقل الزكاة لأنا إيه من مكان لمكان وكورها يعني كورها تحريماً نقلها إلا لقريب يعني مريهاش من بلدي لبلد تانية إلا لو كان قريب وبذات لو كان صلة راحة أو أحوج أحوج يعني إيه يعني أهل البلد التانية محتاجين أكتر أو الحالة اللي انت هتودي لها الزكاة ديك فقيرة أكتر من الحالات اللي عندك مثلا هتدي الزكاة بتاعتك في بلدك لوحدة يتيمة أو مثلا أرمانهم معها ثلاث أولاد وهتوديها في بلد تانية لواحد والعزو بالله عنده الكبد والكلة والدنيا وإذا عندكم عيال من أولى لا التانية أولى لأن التانية ديك مثلا ممكن يكون حد يبيديها والمساءة دي متفاوطة محتاجك بس أنك تعمل عقلك وتشوف ربنا يهجيك لإيه وعمله ولا يسأل من له قوت يومه يعني اللي عنده قوت يوم ولا يسأل عن الزكاة ولا تسأله أنت عن إيه عن الزكاة ثم قال باب صدقة الفطر ده بصدقة الفطر نخده دلوقتي حتى لو نطلع يعني إن شاء الله مش نطول عليكم حتى ننتهي من باب الزكاة في هذه الحلقة كاملة بيقول إيه تجب على حر النقيد إيه إخراج أخرج مين حر أخرج العبد مسلم أخرج الكافر ذي نصاب يعني إيه ذي نصاب يعني اللي يجب عليه زكاة الفطر هو واحد معاه مال بالغ للنصاب وعلى ذلك فلو كان حضرتك ما معاكش مال بالغ للنصاب لا يجب عليك إخراج زكاة المال لا يكون معاك نصاب فضة ولا نصاب داب يعني ولا معاك 100 جرام على الخلاف اللي قلناه ولا 90 ولا 95 ولا الاخري ولا معاك 700 جرام فضل تمام كده فإيه فإنت عشان تبقى وجبة عليك لازم يكون معاك إيه معاك مال بالغ للنصاب مش بعد كده بقولك ما بتخرجهاش أنا عايز أقولك إيه إيمتك كن وجبة وإيمتك مش وجبة لو إنت معاك مال بالغ لأحد النصابين واجبت عليك زكاة الفطر عند أدي حنيفة طيب وإذا ما كانش معاك مال بالغ للنصاب بس إنت معاك فلوس طلع زكاة الفطر ده أنا بكون كام بالفلوس ده على حصف أسرتك بتبقى حزب 30-40 جنيه مش أمر يعني بس إحنا بتكلم في الوجوب يجب إنت لو معاك مال بالغ للنصاب طيب لو معاكش مال بالغ للنصاب لا تجيب عليك وإذا ما خرقتها صيامك صحية صيامك صحية فاضل عن حاجاته الأصلية اللي هي لها الحاجات الأصلية اللبس والأكل والشرب والنوم والمصاريف عن نفسه وطفله الفقير وعبده لخدمته لا عن زوجته وولده الكبير يعني كون المصاريف اللي معاك دايك فايدة عن حاجتك الأصلية بس مش عن زوجتك لأن زوجتك نفقتها واجب عليك وولده الكبير لأن ابنك الكبير لا ياجب عليك وهي مقدرها نصف صاع من بر نصف صاع من بر طبعاً إحنا يعني إيه بنختصر الكلام نصف الصاع بالتقريب القريب قوي يعني كيلو و 820 جراب فإحنا بقول 2 كيلو تقريباً اللي هو الصاع تقريباً 2 كيلو نص صاع البر اللي هو الأمح فأنا لو أطلع من الحبوب يبقى نص صاع يعني 2 كيلو أمح أو ولما نقول إن هو 2 كيلو تقريباً يبقى نحن بقول تقريباً 2 كيلو لكن هو على كل الصاع 3 كيلو 640 جراب يعني 3 كيلو 700 يعني 4 كيلو كده ما احنا الشعب المصري بحبوه وحل يعني 4 كيلو فعني لما جاء طلع من البر أطلع نص صاع بس يعني حوال 2 كيلو من الأمح لو جاء طلع من الطمر أو من الشعير أطلع صاع كامل يعني 4 كيلو طمر أو 4 كيلو شعير طب عندنا دلوقتي الناس لا بتتعامل لا بالبر ولا بالشعير والكلام ده الدنيا تغيرت يا جوز عند أبي حنيفة وغيره وغيره اخراج مال وعلى فكرة عندنا في المنزل الحانفيين فاعتخرج فلوسهم فاعتخرج غير فلوس يعني مثلا انت عارف انه فلانده هو لو انت اديته فلوس هيروح ياخدها ومش هيجيب بيها حاجة لعياله وعارف لو انت اديته حبوب هيخدهم يبيعهم ويجيب فلوس ويشتري بقى حاجات كده محرمة طب ينفع ان انا بنته اللي انا عايز اديهم الفلوس علشان خاطر ينفع ان انا اخد البيت ديك او الولد الصغير ده اطلع بيه على السوق او على المكان بتاع الملابس اجيب له به هدوم اه يجوز عندنا هذا يجوز ان انا اشتريها على قد وروح اديه له ما في عندنا مشكلة مذهب الحنفي مذهب سهل وجميل وسهل على الناس فيجوز عندنا اخراج القيمة بالفلوس او يجوز عندنا اخراج القيمة باي حاجة تاني فينفع ان انا اجيب الولاد اخويا مثلا نقول عزه بالله نحتاجين الصادقة ربنا عافينا وإياه نحتاجين الصادقة مثلا نتكلم على اي حد ينفع ان انا اروح بدل ما اديهم فلوس ان انا اجيب لهم اديهم ملابس مفيش اي مشكلة اخوك اخويا بقى اي حد البواب اللي عندك اي حد الكلام عام يعني ووقتها عند طلوع الفجر عند طلوع الفجر من بعد الفجر تروح تطلع تمام كده لحد قبل صلاة العيد طب بعد صلاة العيد انت مصادقة من الصدقاتك ما تسقطش عندنا في المزة هي في زمتك وصح لو قدم او اخر يعني ينفع ان انا اقدم زكاة السطر يعني ممكن انا اطلعها قبل رمضان اه مفيش مشكلة طب ينفع ان انا اطلعها بعد الشروق برضو مفيش مشكلة يعني بس المهم ان انت ما تطلعهاش ايه ما تطلعهاش بعد صلاة العيد ليه؟ علشان خاطر يعني ما يفوتكش الاجر الايه؟ الاجر الكبير طب لو طلعتها بعد بعد صلاة العيد ما هي صحيحة برضو هي صحيحة كده على كل ان هي صدقة من الصدقات بس بيكون اجرها لما اطلعها قبل صلاة العيد اعلى قبل صلاة العيد اعلى وبيكون هي كفارة ايه؟ لكن على كل عندها في المذهب يعني متجاوز فيها شوية حتى لو خرقتها بعد العيد بيوم والاثنين ما اقولكش مش مشكلة لا يعني انت برضو خرقتها وتؤجر عليها ان شاء الله في ميزان حسناتك بس انت فعلت ايه؟ فعل غير الاولى غير الاولى وثم قال باب الصيام نتوقف عند هذا القدر صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة